السلام عليكم ورحمة الله أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير دائما لقاكم في أحسن الأحوال كيف ترى طنجية بمعنى الكلمة بحال ليلة سيكون حضرة معكم شي مركشية على حق وطريقة تأتي بنينة وخاطرة كأنها طابت في الطنجية الأصلية ستتبعوا الفيديو حتى الأخير سهلة توجد في دقائر و لا تحتاج شي حاجة مكلفة جدا أهم حاجة الأسرار طيرة سوف نعطيهم الكمدابة إذا نبدأ على بركة الله سوف نرى المقادير وطريقة التحضير لدينا كأس من الماء ومرقدة في الزعفران زغبة أو الزعفران شعرة لدينا 4 كأس زيت بلدية لدينا درس كامل أو الفصة كاملة الكبيرة لدينا حمضة مصيرة وملحقة كبيرة وملحقة الكامون أو الكامون طبعا طنجية تطيب بالملج أو للملج يعني لحيمات اللحيمات اللي كيكونوا فتيين وطرية كيطيبون نعملهم في الطنجرة وطبعا نقطعهم للقياس اللي بغينا لدينا مصيرة كيفما كتشوفو نحيط لديك العظام ونعمل للكامون ملعقة كبيرة وكيفما كتشوفو خليتها بالقشور رمع الطيب تقشر بواحدة وكترشع الزبدة لا تخافوش منها وعندي 4 زيت زيتون أو زيت العود وملعقة كبيرة ونصف خاصة من سمن حار ومزيون يعني نعملو غير ملعقة وعندي كأس الماء في زجفران مرقد كيفما نتشوفو يعني انا نعملوش الماء بزاف لانها بقى كتلق الماء وكتبف الطيب دياله لا نعملوش الملح باتاتا لانه ضيجر مصير وحتى السمن كيفما كتشوفو تجعل الطيب ساعة المكانة تقريبا على حسب الطيب ديلكم انا طيبت على الفحم على حسب الطيب اللي غطيبه و ترجاع زبدة ماداق دياله لا تشبعوا منها توجد في وقت وزيز كيف ماشته و الماداق دياله خيالي و اللي شته بقي فيها شوية ديال الماء شحره يعني شحره يوقف في دامه و ديك الساعة عمله في طبق التقديم و قدموه الصحة و الراحة يجيبنين بزاف 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 كانت مننا لكم الفيديو خفيف ضريف على قلبكم كيف ماشته و ما فيه حتى شي تكاليف و اللي عنده اي سيفسر و لا اي تساؤل مرحبا بيها في القناة في صندوق التعاليق عفوا قدي نجاوب على جميع الاسئلة واحتفل خاص كذلك كيف ما كتشوفوا الطبق ديالنا كيجيب حال هكذا و ياريت لو شميتوا الريحة دياله رجعت كتحمق كانت مننا تجربوها و تردو علي الخبار و اكيد ستنجح معكم و سترجعوا مدمين عليها كانت مننا من المشتركين الجدود يشتركوا معنا فالقناس باش يوصلكم كل جديد و البرتاج مع الاصدقاء باش تعمل الفائدة و لا تتبخلوش عليها كذلك بلايك الجميل ديركم و التعاليق الجميلة و اطلقوا فيديوهات اخرى اشتركوا في القناة